مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد مع حضراتكم في حلقة جديدة من حياتنا أحلى النهاردة عندنا حلقة جميلة هنستفاد منها وأي حد عنده ديكون منزلي أو أساس منزلي يتفرج على الحلقة دي علشان هنتكلم فيها عن حاجات مهمة جدا هو هيستفيد بها النهاردة معايا ضيفين مميزين أصحاب شركة أو مؤسسة المهندس للبرجولات الخشبية والتند والمظلات في محافظة الأليوبية بمصرنا الحبيبة النهاردة يسعدني أن يكون معي ضيفي المهندس حاتم المهندس زكي محمد رضا أهلا بك رشواند زكي ويسعدني أيضا أن يكون معي المهندس أحمد عبد الفتاح حسين أهلا بك رشواند أهلا بك شرفتوني ونورتوني والنهاردة إن شاء الله نطلع بمحتوى كويس المشاهد إن شاء الله يعني يراجعوا معنا كده ويطلع بمحتوى جميل إن شاء الله إن شاء الله في البداية هعرفكم على شركة المهندس للبرجولات الخشبية والتند الخشبية بمحافظة الأليوبية محافظة الأليوبية جمهورية نصر العربية النهاردة الشركة بتصنع وتنفذ الدكور المنزلي زي البرجولات الخشبية والتند والمظلات وشغل الأساسي المنزلي بأوسع نطال هنتكلم أكتر عن البرجولات وإيه هي البرجولات وإيه الفرق بين البرجولة والتند الخشبية هنعرف ده أكتر مع لقائي مع ضيوفي الكرام هنبدأ الأول بالمهندس الزاكي أعرفتني أكتر عن شركة المهندس بدأتوا إزاي حياتكم مع بعض إزاي أنتوا تقريبا شركة الاثنين نفستوا المشروع دي إزاي وإيه اللي بيقدر يميز شركة المهندس عن أي شركة أخرى والله يا حضراتك احنا كنا أصلا من الاشتغف الموضوع الداب والشباك والنفذ المنزلي اللي هو موضوع الأرض النوم وموضوع الكراسي والأنترهي والشغل اللي هو المنزلي عمكان يعني بعدين حابنا نطور الفكرة المجال الخشب بتاعنا أن احنا نقدر نطور من شغلنا إزاي فكرنا في موضوع شغل البرجولات ما كانش مكناش بنسمم بس الفكرة كانت موجودة بس ما كانش التنفيذ موجود فبتدينا نفكر إزاي نعمل الشغل ده ابتدينا في الأول على الموضوع ننترهي الفيسبوك أن احنا ننشر شغلنا ننترهي الفيسبوك بعد كنا لدينا الشغل تزابطوا الدنيا تبقى التمام بعد كنا حابنا نعمل شغل يعني الخطوة الأولى بدأت من الفيسبوك ننترهي الفيسبوك بعد كنا حابنا نطور الشركة أن نحنا نفصل لعادة ناس أكتر والناس اللي عرفنا أكتر ابتدينا عملنا شركة عملنا صفعة على فيسبوك وبتدينا نشتغل في موضوع التمويل ونعلم فئة شغلنا شوية ونرتاقي بيها ووصلنا للناس وبتدينا نشتغل في موضوع البرجولات وموضوع التنات لكن في البداية حابين الشغل وحابين أن تدخلوا في المجادة طبعا طبعا وعشان جوها شغلينة أصلا ده أساسنا شغلينة فالفكرة كلها أن إحنا بتدينا بقى نطورة وعملنا شركة وخلاص بقى شركة مؤتمدة أسعارنا مش خيالية أسعارنا ضعيفة أحنا نتكلم لسا عن أسعار فبتدينا بقى نشتغل وربنا سهل الحال باشمانس أحمد إيه اللي يقدر يخلي العميل هو قدامه أكتر من عشر شركات أو عشرين شركة إيه اللي يجلب العميل أو المميزات والعروض اللي يقدر العميل من خلالها يختار شركة المهندس والله يعني دلوقتي عند حضرتك يعني نقطة الجودة الجودة في الخشب ماشي وبعدين إحنا بنعمل خصومات للعميل ماشي يعني مثلا بالنسبة العام الجديد مش عارف إيه بنرفع برضو في شغلنا إن إحنا عاملين خصومات بالنسبة العام الجديد وعندنا برضو حتة الجودة في الدهان وفي نوعية الخشب لأن الخشب أنواع ماشي كذا نوع وكذا يعني وكذا اسم من الخشب هنتكلم فيه اه تمام إحنا بنعمل خصومات للعميل وبنتقنى في الشغل وبندله مستوى من الشغل العالي إيه الضمان اللي تقدر تقدمه للعميل يقدر من خلاله يختار شركة المهندس ما هو لأي عميل عايز ينفذ حاجة برجولة أو تندا معينة لشركته أو البستان عنده أو جنينة أو كده هو عايز يدخل لشركة تقدم له ضمان الضمان من حيث الجودة والمتانة اللي هتقدم له من حيث السعر المناسب اللي هيقدر يتعاقد به ومن حيث كمان الوقت أو الزمن المحدد من الشركات لأننا عارف إن في شركات ممكن تدي عميل تقول له أنا سلمك الشغل ده بعد شهره وتتأخر مثلا تشغله الشغل ده شركة المهندس بتسلم العميل الشغل بتاعه بعدها قد إيه بالظبط يعني حضرتك مواعيد الشغل عندنا مظبوطة يعني مثلا في خلال عشر تيام الكتير قوي خمستاشر يوم يكون الشغل المعادل اللي بنتفق معها على الزبون ماشي بنسلم فيه ده يا أستاذ أحمد بيكون منسق بعقود مثبتة مظبوط تمام مع العميل مع العميل مع العميل يعني نقدر نقول العميل لو كلمكم النهاردة علشان يخلص شغلانا معينة انتوا بتقدروا في وقت قياسي جدا تخلص له الشغل بتاعه يعني احنا كمان لما بروح نتفق معاه بنقول له مثلا خماششهر يوم أو عشرين يوم قبل العشرين يوم احنا بناخد برحنا في الاتفاق وقبل العشرين يوم هو بيبقى مبسوط ان احنا أصلا نفزنا قبل العشرين يوم قبل الاتفاق بس عشان انا ما ببقاش فيه مثلا ايه هو مثلا انتوا اتأخرتوا أو الموعدة اختلفت ناخد مجالنا وبعد كده احنا بنقدر بقى احنا من خلال الوقت اللي احنا واخدينه ان احنا نودي قبل المدة اللي احنا متفقين عليه حيب طيب انا كعميل عندي شغلانا عايز اعملها عايز ابتدي بيها مثلا ايه اللي انا عايز نصيحة منكم يعني العميل اللي عنده شغله عايز يعمله ازاي اقدر افرق بين الخشب المتن اللي هقدر اعمل بيه او انافذ بشغلي وان كمان الشركة ما تضحكش علي فيه نوع خشب معينة اكيد فيه انواع خشب معينة بتقدروا تتقدموا بها الشغل ايه نوع الخشب اللي بتشتغلوا بيه واي شركة او بتقدروا تستوردوا منها نوع الخشب ده والله يا حضرتك هو انواع الخشب كتير يعني مثلا فيه الخشب اللي هو الموسكي فيه الخشب البيتشباين اللي هو معروف في السوق باسم البيتشباين اللي هو الخشب العزيزي ماشي وفيه الخشب الأرو فيه مثلا منه الأرو الأمريكي وفيه منه الأرو اللي هو غزلافي اللي هو الأرو اللي هو غزلافي دي يعني مثلا ما ينفعش يشتغل مثلا في الأرضيات والحاجات دي ماشي بس وفيه الخشب الزين بس طبعا الحاجات دي كلها أنواع غالية الثمن ماشي فأرو يعتبر أقل فئة في السعر هو الخشب المسكي الخشب اللي دايماً بيشتغل معاك كويس إيه؟ مستمر اللي هو الخشب الموسكي لأن سعره السعر المتخص على عد إيد العمير ماشي بس فيه منه مثلاً اللي هو السويد الفنلندي فيه منه بياض ماشي فيه منه فنلندي فيه منه أنواع كتير فإحنا بنشتغل بالنوع اللي هو السويد الموسكي اللي هو الفنلندي درجة عالية ماشي خشبة مجففة ماشي بخادة نسبة تكفيف برضو يعني بتتحمل عوامل الجو والرطوبة والحرارة وده كله ماشي وبتبقى عمرها طويل برضو مع الزبون زي أنواع الخشب اللي هي الايه؟ البيت شبين والحجرات بتوازي البيت شبين والعزيزي إحنا مجهزين مجموع صور من شغل المهندس تمام؟ عايز المهندس زكي يبدأ يعلق لي على أنواع الخشب اللي موجود والشغل ده بينفز بتقدر يعني الصورة لو بصيت قدامنا كده هتلاقي ده صورة لإيه بش مهندس؟ اشرح لي كده؟ ده حضرتك ده شغل يعني الصورة دي صورة يعني اعتبر والشيتنا اللي احنا بنصنع فيها الشغل ماشي دي صورة بوابة بوابة ده بعيد عن شغل التند اه ده مالوش ده عن التند دي حاجة جديدة بنقول ليها أننا بنشغله كمان اه في الأساس المنزلي عامتا يعني من الألف لليار اه يعني مش البرجلات والتند لا كل ما يخص شغل الخشب دولاب أطفال دوليب وطنهم ايوة أساس المنزلي عامتا حلو قوي حتى كمان ممكن نشتغل في البرقيب بتاع القوض السونة اه بنشتغل فيه اي مجال في مجال الخشب بنشتغل فيه حلو بنبدأ نعلق ده ايه؟ ده حضرتك صورة باب شقة ماشي؟ مصفح احنا برضو بنستورده اه ممكن العميل بيطلبه مننا يعني ايه؟ بطبيعة شغلنا احنا بنشتغل في الباب والشباك اه ده سور أبواب شوق ماشي؟ برضو شغل ورشتنا ورشتنا اللي هي قدامك حضرتك الشغل دي طالع منك يعني انت ممكن العميل مادورش كتير اه ممكن ان احنا مثلا نخش على فيلا نخش ناخد شغلها كله اه نسلمها له على المفتاح بالنسبة للخشب دي تندة ولا بريجولة؟ دي تندة ولا بريجولة ما هو الفارق بين تندة ولا بريجولة تندة اللي هي ممكن اللي حررك رجعت بالصورة كده تندة اللي هي بتبقى مسطحة بتبقى مسطحة بتبقى طبيعية دي تبقى لهررمها المهرمة دي بتبقى مسم هاة البرجولة التاندة اللي هي التنا بقى بتبقى مسطحة التاندة هي مربعة او مربعة هاة مستقيم ده لكن البرجولة اللي ه turb evidence اللي هالله هربية لان العميد السعب يجي يطلبلك انا عايز تاندة او برجولة البرجولة بتفلع عن التاندة بالشكل بتاعها في الهربية زي ما هلاك شفت كده طيب حلو قوي خلاص كفاية الصور كده يبا احنا عرفنا هنا الفرق بين البرجولة وبين التندة وكده الشغل اللي بتقدمه تاني ايه غير يعني احنا قلنا اساس منزلي اللي هو الورنوم الانتري كل ما يخص المنزل اه كل ما يخص المنزل طيب الدهنات بقى هل فيه فرق في الدهنات هل معاكم حد متخصص يقدر لنفذ العميل الدهنات معاينة زي ما هو بيطلبها بالزرط اكيد لما معنا مجموعة متخصصة في الدهان ماشي يعني عند حضرتك مثلا الدهان اللي هو الاستر اللي كان مثلا زمان بيتقلعلي اللي هو الجمالكة دلوقتي مع تغير الوقت والمواد اللي نزلت والكلام ده كله مثلا الدهان الاستر ماشي ده معلشش احنا بنشتغله بطريقة معلشش فيه زيت مراكب وفيه مواد يعني بتبقى عازل للحرارة عازل الشمس والرطوبة والعوامل الجو كلها يعني حضرتك لما تيجي مثلا تاخد تندة ماشي ومدهونة بالنظام دي وبالطريقة دي معلشش بتتحمل عوامل الجو الفترة طويلة حلو فاهم فيه برضو مثلا الدهان اللي هو بتبقى ترجع برضو لحسب طلب العميل فيه دهان اللي هو الدوكو وفيه دهان اللي كيف احنا بنشتغله ازاي احنا بنشتغله بمعجونة بلدي ماشي معجونة بلدي بنعملها على ادينا يعني الناس اللي معانا المتخصصة في الدهان بتعمل معجون دي على اديها غير المعجون الجاهز معلش بيبقى عمره بيطقطق بسرعة ومش عارفه والتنام ده كله فاحنا بندي الدهان سلام عليكم وعليكم سلام اهلا بك يا شروق تفضل ازايك يا سهداح؟ اللهي سلمك كربنا يا كريمك يا رب كل سنةو وانت طيبين طيب اتخ ولا؟ الحمد لله والله متابع البرنامج من اول الحلقة او ليسا دلوقتي؟ اكيد من اول حلقة قولرنا بقى النهاردة عايزة تقول اي ايه؟ انا النهاردة والله Manchester Another community انا منذ آخر Tem Münster لان اشكرك dahب وبط صوت التلفزيون عندك يا شروق is комнаina من التلفون بس بعيد التلفزيون شوية أنا النهاردة متفعة سأشكرك وأشكر فريق الإعداد وأشكر خطيبي سيد محمد الملك يا بغت والله يعني ده بنسبة عيد الحب بقى ولا دي تلقائية كده اعتبرها لتنين طيب يا بغت والله يالله كل سنة ونطيبين يعني عيد حب سعيد وربي جمع بينكم في خير إن شاء الله وبشكرك يا شروق على المدخلة الجميلة دي الناس بمتابعة هو الناس عايزة تقول لحبيبة حاجات حلوة الحمد لله طيب عرفنا الفرق بين الدهنات كنت حضرك بتكمل يا أستاذ أحمد وقلنا إن حضرك عندك مهندسين مشرفين على الدهنات من أولها لأخيرها يعني مظبوط طيب عنوانكم فين بقى نقول عنوان بالتفصيل كده أنت قلت لي أستاذ أكي قبل أن أطفل الحلقة قلت لي أنا بحب بلدي لأنها لها فضلة عليك طبعا طبعا وده أنا يعني أنا من الأولايلين اللي بلايين الناس اللي أنا عايزة أتكلم عن بلد كتير يعني بقول كل اللي في نفسك احنا مكننا ميت كنانا طوخ قليبية احنا بلدنا بلد جميلة بلد بتقدر اكتفاقها ذاتي شجعتك كنت بتشتغل في الأول ولا أكيد طبعا أكيد طبعا وكلنا يعني حتى لو أنت مثلا بتحب تخش في مجال هم كلنا منساعة ببعض وكلنا عارفين بعض وكلنا وناس ناس جميلة وكمان بلد منتجة اه كمان بيشتغل ميت كنانا اه بيشتغل بلد منتجة ما بتحتاجش ما بتلاقيش فيها حد قاعد على القهوة ما بتلاقيش فيها حد قاعد من غير شغل حد عاطل بيشتغلوا في كل المجالات فيها نسبة شغل كويسة كويسة جدا عندنا حتى في حاجة اسمها تمر حنة بيشتغلوا فيها اللي بتاعت البلاجات والحاجات دي فالبلد عندنا متلاقيش فيها حد عاطل بتلاقي كلها كله بيشتغل وكله بيقوم على رزق بدري وما فيش حد مش ملتزم كل الناس ملتزمة وبلد جميلة وكمان دايما يعني كلهم بيهتموا اللي هما يوصلوا يوصلوا رزقهم بسرعة اه بيدوروا على الاكل ايشهم بيدوروا على الاكل ايشهم مش قاعدين على قاوة بيستنين حدين بالزبط كده حتى كمان عندنا برضو الفلاحين بت فيه ناس فلاحين كتير برضو بتصحل أكل عيشها وبتشوف أكل عيشها نحن بلد جميلة بلد بتقدر أنها تساعد بعض في كل حاجة يعني لو سألت كل واحد فيكم سؤال مختلف يعني هو نفس السؤال بس كل واحد فيك يعني يقولي على الإجابة بصريحة نقول لي من شكرا بقى يعني لو حدي كان دايما بيقف في ظهرك الأب الأم نقول لهم شكرا بعد ما وصلته وأسسته الشركة بتاعتك وبقيته من أشهر الشركات الموجودة دلوقتي في مصر يعني نقدر نقول لي من شكرا نبدأ بالبص الزحم اللي بفضل الزحم يعني بص يعني كل واحد برضو يعني مثلا بيبقى فيه برضو إيه حاجات دافع أكيد ودعم لك الزوجة بقى الأب أهم شيء أن انت يكون عندك الهدف بس العامل الأساسي هو الأم أنت فاهم؟ معلش دي حاجة برضو يعني إيه كل واحد فيه حاجة إيه يعني إيه؟ بتسندك دايما بتشجعك بتشجعك آه طيب دايما بتديك حافز يخليك تطلع لقدان برضو أبويا أمي أبويا الله يرحمه وأمي وإخواتي برضو أبويا أمي وإمي بالذات أمي دايما أنا عايزة لتشوفني أحسن هي الأمي دايما بتبقى في ظهر ابنها أحسن حد بتبقى مرايت وتشوف إيه اللي بيديه وهي أعرب حد لها في الدنيا حتى لو فيها حاجة عندك مثلا في شغل تقدر تقعد معاها تقول لك الصح وإيه والغلط إيه مظبور هتدخل فيها تبقى خايف عليك وحملة همك في كل حاجة أكتر حد في الدنيا برضو زي ما أحمد قال أيا أمي دايما هي اللي بساعدين ربنا يديا صح وإحنا بنواجه لهم طبعا كل التحية والتقطير طيب ما تكلمناش عن إيه في شغل المهندس الميديا واخد حقها معاكم كويس يعني اللي يقدر كمان بنقول للناس إن صفحتنا على الفيسبوك دي حاجة مهمة جدا لازم نقولها يعني في ميزة كمان بعضا على إذن حضرتك فرد إن إحنا عميين حاجة على صفحتنا إيه هي إن دايما ما بنرفعش شغل مش بتاعنا يعني العميل لما بيكي يخش على صفحتنا دايما أنا بيتعمد إن إحنا نتصور قدام شغلنا عشان العميل لما بيكي يخش بيبقى واثق اليوم في المياه إن الناس دي هم مش بتهزة الناس دي هم ما بتجيبش أي شغل وتحطه لا ده شغلهم بس تلو الأصول وبعدين بعد إذن حضرتك برضو يعني فيه إيه فيه اللي مسؤول عن الخشب فيه اللي مسؤول عن الخشب كل واحد لغتصاصه فيه اللي مسؤول عن الديهان كل واحد فحاجة حال حناخد فاصل قصير كده نعدد فيه الإعلام بتاعنا تمام علشان ناس يشوف برضو يقدروا يتابعوا اللي عايز يتابع شركة مهندس يا جماعة مكتوبة المهندس أو شركة المهندس للبرجلات الخشبية للبرجلات والتين الخشبية على الفيسبوك يعني أي حد عادي يتواصل معهم إن شاء الله أرقام تليفوناتهم ظهروا أمامكم على الشاشة وكمان هتظهر في الإعلام لها تشوفو كمان شوية فاصل وصير نسمع في الإعلام ونرجع مع بعض الثاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالشركة برضو عايزين نعرف حاجات أكتر عن شركة المهندس الناس ممكن تقولك كلمني عن شغلك أكتر شغلكم ده بتعملوا إيه تاني جديد وإيه برضو اللي هيميزكم جديد الأسعار بالذات يعني دايما العميل لما بيجي يتفع على شغل معين بيبقى خايف من حت الأسعار دي لأن في ناس ممكن تقولك ساعة للنهاردة مثلا عشر قروش بعد ساعة أو ساعتين أو لما تجي تتفع معي تقول له لا ده كان من شوية كان كده لكن والله الخشب غلي أو الأسعار غلي السعر بتاعك ونظامه إيه وكلمنا أكتر عن شغلك أكتر إحنا عايزين ناخد استفادة أكتر في الشغل يعني بالنسبة لأسعارنا إحنا أسعارنا يعني بتتخطى أسعار مصري بكتير يعني إيه يعني إنت لو جيت لما يجي مثلا لنعميل يدور في مصر عنده على شركة نفزله برجولة بتاعته عنده في قلب البيت بيلاقي أسعار خيالية تمام يعتبر ضعف سعرنا ليه دايما يا أستاذكي صاحب الشركة أو المسؤول عن التسويق للشركة المعينة بيبقى يضرب أسعار معينة وبعد شوية يضرب سعر تاني مختلف هو بيبقى عايز يوصل ليه والله يا فندم أنا بص أنا معرفش كل واحد دوله تفكيره أو كل واحد دوله شغله بس إحنا بالنسبة لنا إحنا كشركة المهندس إحنا لنا اتفاقنا مع الزبون حتى لو الشغلانة حصل فيها أي تطور في السعر بالنسبة لنا ما بنرجعش للزبون تاني نقوله ده زادت لو الدولار زاد الدولار أل أدم اتفاقت خلاص أدم اتفاقت طبعا 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 ده بالنسبة للخشب طبعا بص الخشب زي أي سلعة في مصر الدولار بيأثر عليها والأثار بتاع لو بتنزل أقطعك معليش معنا تصال أحمد من الكهيرة أحمد إزايك تفضل الحمد لله أحمد منهورة تانية كلها والله منورك ربنا يكريمك تفضل يا فن والله إحنا من بنشوف بنشوف الشركة على على السوشال ميديا بك صراحة عاملة شغلة جميل جدا شركة المهندس صراحة يعني والله الله يكرمك الله يكرمك وبسم الله ما شاء الله يعني منت حضرتك مقدمين شغلة على الشاشة صح والجمال حاجة روعة خالف والله شكعهم كده يا أبو حميد كده أنا بتمنى أنا بتمنى بزحمة إن هم يستمروا في الحاجات الجديدة دي ويصليوا لنا حاجات أحداث وأجدد يا سيد أحمد أنا بتمنى من المهندسين الكبار لقعدين مع حضرتك كده ويهتموا يهتموا كمان يا سيد أحمد بالحاجات الخشبية دي على السوشان ميديا أكتر والتلفزيون أكتر هم بالفعل يعني عاملين حملة تسويقية على الفيسبوك جميلة جدا إحنا متابعين إحنا متابعين يا سيد أحمد والله وربنا نوفقهم يا رب بصراحة شغلة جامد وشغلة حلوة جدا شهد التأدير لنا فن شكرا كنا بنتكلم في الأسعار الناس متابعة والناس تقريبا دخلوا على الصفحات وبدأوا يشوفوا شغلنا ويشوفوا الشغل بتاعنا والفرق ما بين الشغل ده وأي شغل بيتقدم تاني يعني وكنا بنتكلم دلوقتي عن السعر والدولار لو لفع أو نقص ما بيأسرش على العميل طالما حسب المتفق عليه حلاص كتبت معه عقب أنت ملزم باللي تكتب في العقب مزبوط ما فيش سعر هيزيد أو سعر هينص على العميل ممكن في عميل بنتفق معامل غير عقب وبرضو ما بنترجعش في اتفاقنا حتى لو برضو للسلعة غلية احنا برضو ما بنترجعش في اتفاقنا وبرضو الدليل على كده لو دخلت للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك هتلاقي في عملاء احنا عاملين لهم شغل معلقين من مبسوطين باللي أنا بعمله ومبسوطين باللي الشركة بتعمله ولو هما احنا شغلنا مش عملناش مزبوط معهم مش هيعلقوا مش هيكونوا مبسوطين لنا في الخير اللي احنا فيه ايو انا معاه أقل من 4 دقائق نتكلم ايه تاني عن شركة مهندس في الاربع دقائق اللي بقين دول ايه يا استاذ احمد يعني بص حضرتك احنا كل اللي بندور عليه اني يعني نبقى عنده ثقة العميل ماشي سواء في سعر في جودة في موعيد ماشي بحيث ما نخسرش العميل انت فاهم؟ يعني نراح العميل على قد ما نقدر فيه ناس ممكن تدايقكم بكلامهم عميل يبقى مستعجل على شغله هل دا من حقه؟ ولا ايه؟ لازم ان احنا نستحمل دايما العميل على حق دايما او زي ما بقولوا كده في العمية الزمون دايما بيبقى الحق لازم ان نستحمل العميل عشان خطر برضه فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان نوصلش العميل للدرجة دي هو اصلا احنا زي ما قلت لحضرك في الاول احنا لما بيجي حتى ان اتفق على شغل بناخد براحنا وبنلاقي العميل بيتفاجأ بنا واحنا رايحين قابل نعاد خبال حضرتك فما بنوصلش مع بعض لدرجة ان هو يزهق او يستعجل ما بنتخطاش الوقت المحدد احنا بنكون قابلوا عنده بس حال سيد احمد كلمة اخيرة انا بشكر حضرتك انا اللي بشكرك والله انا والله بشكرك كنتم الاثنين شرفتوني ونورتوني وانا سعدت بيكم وانا بسعد دايما بالشباب اللي بيقدم حاجة جديدة والشباب الطموحة يعني تول اتنين انا حاس ان انتم صغيرين في السن شاهزين يقول السن عشان ما نحسدش والنقى عليكم تول اتنين لكن انا دايما ببقى مبسوط باستضافتي لالناس الجميلة الناس اللي دايما بتسعى على رزقها الناس اللي دايما في تطور مستمر وده اللي احنا بنوجهه للناس ده اللي احنا بنقول للناس يا جماعة اي حد عنده رسالة عايز يقدمها اي حد بيتميز في شغله معين يتفضل يتصل بينا واحنا شاشة الصحة والجمال مفتوحة لاي حد مهما كان بس يكون عنده مصداقية يكون عنده فكر يكون عنده طموح احنا كلنا بنقدر ان احنا نوصله الرسالة دي ارقامنا ظهرة على الشاشة اي حد عايز يظهر معنا في البرنامج يتفضل يتصل بينا بعد انتهاء البرنامج السيد زكي عايز تقول حاجة؟ احنا عايزين نشكر رئيس عبدالفتاح سيسي اللي احنا في عهده انت قبلها بتقول لي احنا في عهده واستقرار في شغلنا واستقرار في العامل المادية عامة احنا بنوجهه الشكر من خلال حضرتك وانا بشكرك وبشكرك دات البرنامج بشكرك استاذ زكي محمد رضا استاذ احمد عبدالفتاح حسين اصحاب شركة المهندس للبرجولات والتينبت الخشبية اللي عايز نتابعهم يا جماعة يدخل على الصفحة على الفيسبوك او الارقام الظاهرة امام حضرتكم على الشاشة يعني ساعدت بيكم وشرفت بيكم على شاشة الصحة والجمال حتى التقي معكم على خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة